أجرى المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد خليل الهاشم الإدريسي بمقر الوكالة بالرباط مباحثات مع سفيرة جمهورية كازاخستان بالمغرب السيدة سوليكل سيلوكيزي هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث تطور العلاقات الثنائية ولسيما في مجال وسائل الإعلام بهدف تمكين شعبي البلدين من التعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل كما همت مباحثات الجانبين جودة العلاقات بين المغرب وكازاخستان وكذا سبل تعزيز التعاون بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالات أنباء كازاخستان ومن ضمنها كازينفورم إحدى كبريات وسائل الإعلام في هذا البلد الذي يقع في آسيا الوسطى هذا اللقاء البناء جدا والغني جدا مكن من التعبير عن رغبة مشتركة لتطوير التعاون في مجال وسائل الإعلام إنني أشيد بالعلاقات الجيدة جدا التي تربط بين البلدين على الصعيد السياسي كما أعرب عن عزمي على المساهمة في النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين فضلا عن التعاون المستقبلي في قطاعات واعدة من قبيل وسائل الإعلام وثقافة والسياحة وبهذه المناسبة دعا المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء سفيرة كازاخستان إلى تنشيط المنتدى الدبلوماسي للوكالة في الأشهر المقبلة من أجل تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية لهذا البلد في مختلف القطاعات ومن ضمنها النفط والفلاحة وفي هذا السياق أعرب السيد خليل الهاشم الإدريسي عن استعداد الوكالة للعمل سويا مع صفارة كازاخستان بالمغرب التي افتتحت في 30 من دجنبر 2020 من أجل تأمين تغطية إخبارية أكبر للأحداث في البلدين شكرا شكرا